اهلا بكم من جديد شغفوا بالانترنت وعلموا بخفايا وجعلوا ينضم إلى قلة قليلة من الأشخاص اللي عندهم هو بيئة تهكير على المستوى العربي قرر أنه يقتحم هذا المجال لأهداف وطنية إلى جانب حبه اللي عمله بالمجال الإكتروني يسعدني أن يكون معنا ياسر الزوايدة أصغر هكر فلسطيني موجود بفلسطين أو الوطن العربي اسمحوا لي نرحب فيه ونحكي له صباح الخير وحمد الله على السلامة صباح الخير صباح الورد كيف حالك ياسر حمد الله على السلامة الله يسلمك أصغر هكر فلسطيني ليه يشبلرجت بموضوع الهكر والتهكير موضوع الهكر يعني هوايتي من أنا صغير كنت أمارس على الانترنت يوميا يوم يوم كنت أدخل على الانترنت بعد هذه الممارسة اكتشفت شغلات أني أكثر أساعد الناس فيها باسترجاع حساباتها واختراق حسابات الفيسبوك طورت نفسك بهذا الموضوع شوي شوي طورت هذه الموهبة صرت الحساب ما ياخد معك وقت كثير طويل لما بدك تخترقه يعني والاختراق يعني كل الاختراقات بتتم يعني هي صح نابطول يعني بتأخذ وقت يوم يومين ثلاث آآ بتأخذ أيام آآ بتأخذ أيام كثير يعني الاختراق يعني هو الاختراق ما فيه برامج يعني يعني ليش بتأخذ وقت ما فيه لأنه برامج بتتم كلها عن طريق الهندسة الاجتماعية الاختراقات تم تحكير حساب ضابطة إسرائيلية وتم رفع العلامة الفلسطينية على هذا الحساب تحدثنا كيف جدتك فكرة أنه بدك هذه الضابطة الإسرائيلية أنك تكر حسابها مصبوط. هسا أنا يعني قمت باختراق حسابها للشعب يعني الفلسطيني بعد ما قمت باختراق حسابها حطيت وضعت يعني صورة يعني صورة عقلاف وصورة حسابها الشخصية على فلسطين لأنه هذا فخر يعني للشعب وهيك يعني إحنا حررنا يعني الحساب ونكتب يعني تم الاختراق من قبل ياسر الزوايدي وتحية يعني الفلسطين ما خفت من جيش الإحترال الإسرائيلي يوصل لك؟ اللي ربنا كاتب يعني بصير صحيح صحيح تحدثنا أيضا أنت ماسك كثير صفحات لمثلا فنانيين ويعني المشهورين على السوشال ميديا خلينا نحكيها والمؤثرين أديها تساعد أيضا كمان بسقل موهبتك قديش؟ بلشت تعرف كيف مثلا كل مجموعة من الأشخاص بيهتون موضوع معين فئات عمرية توجهات مثلا بالصبايا بالشباب أكثر بموضوع التهكير؟ يعني أنا السوشال ميديا جديد ستشتغل يمسك يعني صفحات كثير الشغل هذا منيح كثير يعني ماسك عدة يعني صفحات خنانين وميك أب يعني أكثر من شغلة كيف أنا يعني بشتغل معهم بشطل يعني محهم يعني هم بنزل يعني يعني بكون دائم الإعلانات الموجودة؟ آه الإعلانات كلها أنا بعملهم إياها يعني بتم وصلوا لأي إعلان يعني الرقم يعني بدهم إياه من لكات لمشاركات كلها يعني أعملهم أداش في عنا موجودة المجتمع الإلكتروني خلينا نسميه تهكير أخلاقي وتهكير غير أخلاقي في ناس بساعدوا إذا تهكر حسابهم في ناس شغلتهم الشغلة إنهم يهكروا حساب معين حتى يبتزوا الأشخاص ويأخذوا منهم مبلغ مالي مقابل هذا التهكير تحكينا عن هذا الموضوع؟ الهكر الأخلاقي يعني حسا يجي علي واحد بدي يخترق مثلا فيس ما بخترق له إياه لأنه حكينا ما في خطرق فيسبوك حتى لو دفعوا لك مبالغ يعني لو يتفاعل قد ما يتفاعل إنه حرام هي خصيات ما حدا بحب يعني يفوت على خصيات شخص خصيات الآخرين وعننا الهكر يعني برضو الإيجابي يعني السلبي كيف نحكي لكم أيام إنه يعني يعني يجي علي واحد يصير يعني هددني بدي تخترق لي فيسبوك هذا وكذا وكذا يعني أنا يعني ما بقدر يعني نختر كله إلا يكون سبب مقنع يعني طبعا طبعا كيف سعت ناس بيترجاع حساباتهم فتيات تم اتزازهم بخصوص هذا الموضوع؟ يعني أنا كثير سادة يعني فتيات يعني بسترجاع حساباتهم يعني أنا بنصح يعني كل حدا بيشاهدنا من صبايا ومن يعني شباب في يعني كثير صبايا بيبعثين لأخوتين صور هين لبنات يعني لأخواتنا برضو على الفيسبوك أنا بنصح هي بنيت لا تبعث صورة يعني على الفيسبوك لأن الفيسبوك ما آمن صح إنها حذفت الصورة بس يعني فيه تطبيق بيغضر استرجاعها؟ فيه تطبيق في الفيسبوك يعني ميزة برجع من أول منشعة الفيسبوك كل إشي يعني بقدر راجع صور تسجيل صوت يعني المحادثات كل إشي يعني يعني كثير يعني كثير بيجوا يعني علي بنات يعني شباب بتزوهن نفس الشي عن طريق يعني الصور يعني بتحطوه على الفيسبوك يعني لو البنات ما بيبعثين صور يعني على الفيسبوك لأخوتها حدا يعني يعني بقرابلها يعني ما بيصير محابتزاز كتروني تمام حاب مثلا تكمل دراستك بموضوع مثلا التحكير الموضوع مثلا البرامج الإلكترونية البرمجة مثلا الجابا والآخرهي يعني هاي الموهبة يعني رحضا المستمر فيها طول حياتي يعني تمام بتحب هذا الاشي هي حبك لهذا الاشي أنت تطورته بشكل أكبر آه يعني كثير يعني بتساعد الأشخاص مثلا الحبين يتعلموا مثلا الهندسة البرمجيات أو تسمى البرمجة بتساعدهم بيتعلم مثلا اللغات الموجودة على الحاسوب والإنترنت بشكل عام يعني يجي علي واحد بده أعلمه يعني هاكر بقدر يعني يعني أعلم يعني من سين نتعاون إحنا وإياه يعني نساعد بعض يعني تم التعاون مثلا مع جهات مثلا حكومية جهات أمنية بمتساعدهم بالداخل فلسطيني بس يعني ساعدت كثير يعني حكومة ويعني ساعدت كثير باسترجاع حساباتهم يعني استرجعت يعني كثير أعطينا موقف يكسر معك ساعد مثلا الأجهزة الأمنية موجودة بفلسطين أو حكومية أو إلى آخر يعني يصير يعني لنا خطرقات مثلا لصفحات مثل يعني إخبار مواقع إخبارية لأنه الكل يعني بقدر يعني مرات يعني بخترقين على ذلك الصفحات ما تقدر جتغطينا اسم؟ لا يستطيع الاسم لأنه أي أصرار يعني أصرار عمل صحيح يعني لا يستطيع أن أحدث عن الصفحات مثلا يعني يعني كثير يعني بتحكي صفحات إخبارية لأننا في فلسطين يعني بتوجهوا لمين؟ ألي يعني بحكوني مرحبا يا سيد مانا كذا كذا صار مانا وأنا بقوم باسترجاع الصفحة طب هلأ إذا مثلا أجاك تعميم أو خبروك أنه في صفحة تم تهكيرها شو بتعمل إيش الخطوات؟ يعني تأخذ الصفحة بتشوف مثلا متتهكرت يعني بعرف يعني بأخو أول شي يعني اللي كان فيها مسؤول الصفحة من طريقه بقدر راجع الصفحة في يعني رابط برجع يعني أي صفحة يعني تم اختراقها ها الرابط موجود عند أي حدا ولا بس يعني ما أحد يعني بعرفه يعني هسا عندك انت صفحة باسمي انسرقت من اسم حسابك هسا انت كنت فيها مسؤولة يا ضطي طيوب يعني بقدر يعني انسرقتي الصفحة بإمكاني يعني ارجعها خلال 24 ساعة بتكون راجع أي أسهل إنك ترجع صفحة أم حساب إلكتروني يعني هلأ في عندك سبيج على الفيسبوك في عندك أكاونت خاص يعني مثلا هلأ باسمي أدمان الله يستر لي وانا اتروع حساب شخصي ما عندي صفحة باسمي هلا أي أسهل الأشخاص يخترقوا حسابك كون شخصي ولا صفحة الحساب الشخص ما هو عليه الصفحة يعني لا في ناس ما بيكون عندهم مثلا في بعض الأشخاص ما عندهم صفحات على الحساب مين أسهل ولا التنين نفس الأشي بأي وقت يعني نفس الأشي يعني بس يكون يعني البيج أصعب شوي يعني بتقدر ترجعها البيج لو نسرق حسابك الشخصي بإمكاني راجع البيج تقدر ترجع البيج والحساب مع بعض عن طريق الرابط عن طريق الرابط تقدر تعرف في بعض الأشخاص بيعرفوا الرقم السري أو الباسورد لحساب معين بضبط يدخلوا ويطلعوا دون ما يبتزوا الشخص حتى يشوفوا المعلومات منه ويأخذوا منه الداتا أول بأول تقدر تعرف إنه هذا الحساب إنه بقدروا يدخلوا منه التنين؟ مظبوط فيه بسير يعني كثير في أشخاص فينا يعني انت حاق يعني تدخل على باسبورتاك فيه وحط باسبورت الثاني يعني أنا بنصح يعني كل واحد يعني بشاهدنا لازم باستمرار تغيري الباسبورت يعني كل شهر كل شهر كل شهر كل 3 شهور الرقم السري والباسور يجب أن تغيري هذا؟ البياسور تغيره لإنه عامن إلك وفاعل يعني ميزة الإشعارات يجيج يعني يصل لك على التلفونThaiك أو الهاتف رسالة تم يعني دخول كذا كذا عشان تقدر تغيري الباسبورت لان الشغلة الثالث هي النقطة يعني لازم من كل فترة تغير الإيميل يعني من كل شهر شهر ثلاث شهور تغير الإيميل لإذا ما غيرت بصير متاح بمكان أي شخص يخترقه كل شخص دائماً نحكي من مجال عمله ومن موهبته يدافع عن القضية الفلسطينية ودافع عن فلسطين الغالي عينا أنت من دورك كيف تدافع عن فلسطين؟ يعني أنا بدافع عنه يعني أي واحد يعني من إسرائيل يعني بغلط على فلسطين وكذا يعني بقدر يعني أني يخترق حسابه يعني وبمكان يعني حثف له الحساب نعم مثلا بدي أشكرك ياسر الزوايد على تواجدك معنا أصغر هكر فلسطيني بدي أشكرك أنك جيتنا من فلسطين تحديداً حتى تكون معنا ببرنامج حديث اليوم بدي أشكرك وأتمنى لك كل التوفيق الناس اللي حابين يتواصل معك تساعدهم تشوف إيش مشاكلهم على الفيسبوك إيش صفحيتك على الفيسبوك صفحة على الفيسبوك ياسر الزوايدم يعني والبيج برضو يعني نفس الاسم ياسر الزوايدم بدي أشكرك كم مرة وأتمنى لك السلامة أن تصل لفلسطين وتحية لكل أهلنا بفلسطين شكراً لإلك لا أفهم فاصل صغير وراجعين خليكم معنا موسيقى